بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية رقم 43 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 22 تشرين الأول 2024 صادق مجلس الوزراء على التقرير الدوري الثالث الخاص باتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإحالة التقرير إلى لجنة الاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنساني في جينيف ومن أجل المضي بإجراءات تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال قرر المجلس تشكيل فريق برئاسة السيدة وزير الاتصالات للتفاوض مع المشغلين العالميين في الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة والكفاءة في مجال بناء وتشغيل وإدارة شبكات الهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس 5G واختيار الأفضل من حيث الماركة العالمية واتساع خبرات العمل في بلدان الشرق الأوسط أقر مجلس الوزراء تعديل قراره المرقم 24354 لسنة 2024 بشأن دعم تشكيلات وأفواج مديرية شرطة الطاقة بأن يتضمن قيام وزارة الداخلية بالإجراءات التعاقدية من فتح دراسة وتحليل إحالة توقيع العقد مطابقة المواصفات متابعة التنفيذ بحسب التخصص وبعد إكمال الإجراءات التعاقدية والفنية من وزارة الداخلية ومفاتحة وزارة النفط للتمويل المبلغ المطلوب من الشركات النفطية وفي مجال متابعة مشاريع المجمعات السكنية أقر مجلس الوزراء إلغاء قراره السابق المرقم 23708 لسنة 2023 وإعلان وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة عن بيع المجمعات السكنية المزمع تنفيذها عن طريق الاستثمار واحتساب أقيام المبالغ المصروف عليها كخط شروع للمنافسة بين المستثمرين في تقديم عطائهم عدى مبالغ الاندثارات وضمن متابعة المجلس لمشاريع القطاع النفطي وافق مجلس الوزراء على تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري بطاقة 12 ألف برميل باليوم في محافظة كاركوك من أسلوب الاستثماري بالتشييد والتملك والتشغيل إلى أسلوب التشييد والتشغيل وإعادة الملكية على أن يعتمد سعر 23 دولارا كأجر لتصفية البرميل الواحد بحسب ما مثبت من قبل وزارة النفط وفي متابعة مشاريع البنى التحتية أقر مجلس الوزراء استثناء مشروع إكساء طريق خط النفط الواقع جنوب بغداد الواقع ضمن المحرمات التابعة إلى وزارة النفط شركة خطوط الأنابيب النفطية من قرار مجلس الوزراء المرقم 24 ألف وستمائة لسنة 2024 وذلك لوجود عدد من المدارس على جانبيه وصولا إلى حي الفاو السكني الذي يخدم شريحة كبيرة من الموظفين والمواطنين فضلا عن الطريق في انسيابية حركة الآليات الخاصة بأعمال متابعة وصيانة خطوط الأنابيب النفطية وحركة دوريات تأمين حمايتها وتخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء من القرار آنفا للحالات المستقبلية تخصيص مبلغ 12 مليار دينار من احكيات الطوارئ لإكمال بناء زوارق خفر السواحل بعدد ثلاث زوارق استنادا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث تخويل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع البرنامج التنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استنادا إلى قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 مع ملاحظة عدم طلب تخصيصات مالية إضافية للوزارة وتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأي تعديل أو اتفاق ملحق لدراسته وتعديل مشروع البرنامج باعتماد نص الصيغة المذكورة في إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتابع مجلس الوزراء تنفيذ المشاريع المتلكئة واستكمال البنى التحتية وأقر ما يأتي أولاً استحداث مكون الأعمال المتبقية لمشروع تقييم وتصميم مشروع حي الحسين كربلاء وتخصيص الكلفة المالية المطلوبة وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس ثانياً زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع الخطوط الناقلة المطرية مع محطة رفع لمدينة الموصل الجانب الأيمن ميم أربعة في محافظة نينوة ثالثاً تغيير اسم المشروع خط المجار الناقل في شمال الرصافة ليصبح تنفيذ خط المجاري الناقل في جانب الرصافة الشمال الشرقي خط الخنساء الممتد من محطة ضخ الحبيبية إلى منطقة الفضيلية على ضفاف نهر ديالة مع تنفيذ محطة الرفع ومشروع المعالجة التابعة له بطاقة عشرين ألف متر مكعب باليوم وزيادة كلفته رابعاً زيادة كلف مشروع إنشاء المجمع المخزني في ديالة ومقدار الاحتياط خامساً تخفيض كلفة مشروع إعداد التصاميم لشبكات الماء لأحياء كربلاء المخدومة وغير المخدومة قضاء كربلاء واستحداث مشروع الأعمال التكميلية لتصاميم شبكات ماء الأحياء المخدومة في كربلاء وزيادة كلفة المشروع الرئيسي سادساً زيادة كلفة مشروعي إنشاء مستشفى مئة سرير في ناحية الهارثة وإنشاء مستشفى ميتين سرير في أبو الخصيب والزبير سابعاً زيادة كلفة مشروع تنفيذ كورنيش السماوة الجديد ومشروع تأهيل شوارع وتقاطعات السماوة والرميثة والخضر والسوير والنجم والهلال والمجد وبصية ثامناً زيادة كلفة مشروع أعمال الطرق والساحات والشبكات الخدمية على واحد ضمن خدمات البنى التحتية لموقع الفلوجة الجامعي جامعة الفلوجة وتخفيض كلفة المشروع الرئيس شكراً جزيلاً لكم